السؤال الثالث في شرح كتاب الفقه المعاصر في الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل تارك الصلاة كافر وما الدليل على أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر هو ده السؤال الثالث في الكتاب طيب الإجابة عنقول اتفقت الأمة على أمرين واختلفوا في أمر اتفقت الأمة على أولا أن تارك الصلاة جهودا اللي يقول الصلاة غير واجب علي ده مرتد خارج على الإسلام لا يقبل منه أي عمل صالح حتى يشهد لا إلى الله تين واتفقوا على أن تارك الصلاة تكاسلا أقل حاجة فيه أنه شروا من الصارق والزاني وقاتل النفس وجميع كبائر الزنوب اتفقوا على كده لقول النبي السلام أن الرجل بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة واختلفوا هل من ترك صلاة حتى خرج وقتها كافر كفر أكبر ولا كافر كفر أصغر الراجع عندنا احنا عند الأئمة الأربعة وقول عند الحنبلة أنه كافر كفر أصغر وليس كفرا أكبر يعني زنبه أكبر من جميع الكبائر ولكن ليس خارج برا الملة مش برا الملة طيب إيه الدليل على كده قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل من حافظ عليهن كان له عهد أن يدخله الله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد أن يدخله الله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ده أول حديث تاني حاجة قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما يدون ذلك لمن يشاء بدام غير الشرك يتغفر ممكن تلك الصلاة يتغفر وبدام المعداش الصلاة مالوش عق ممكن يدخل الجنة وممكن يخش النار بذلك الصلاة مش كفر أكبر لو كفر أكبر كانت لأن تغفر تالت دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض الله قبضة بيده من النار وناسا لم يفعلوا خيرا قط فيدخلهم الجنة يبقى في ناس لم يفعلوا خيرا قط ويخشوا الجنة ولي ما فعلش خيرا قط يعني ما صلىهش ومع إذن دخل الجنة هذا دليل على إن تارك الصلاة كفر أصغر مش كفر أكبر طيب مين بقى بيقول إن كفر أكبر ده قول عند الحنابلة وماذا بشيخ الباز مفتي السديارة السعودية وماذا بهيئة كبار العلماء طيب يعني إيه كفر أكبر يعني واحد الزبط المنبي على الساعة سبعة الصبح يعني متعمد يسيب صلاة الفجر حتى يضيع وقتها واحد سيب صلاة العصر حد من مغرب أس ده عبد الشيخ الباز ده كافر كفر أكبر مرتد على الإسلام يعني لازم يشهد لا إله إلا الله ويبدأ الإسلام من جديد وطب لو ما شاهدش وفضل مستمر يبقى حرام يقرب من زوجته لو مات حد من قريبه حرام يورثه لو مات هو يعني دفنش مدافن المسلمين حرام إن إحنا نتعامل معاه ده مرتد عن الإسلام ده راجل مرتد عن الإسلام لو ده بحد بيه حرام حد يأكل منه ده كلام الشيخ الباز وهي اتكي مرة على المقفل سعودان إحنا لا لا إحنا أقل حاجة بنقوله الراجل ده زنبه أشد منه أتل 500 وشرب 7 تلبيزة خمر وراح سرق أموال الناس ده زنب سترك العصر حد المغرب ما يأزن ترك صلاة حد وقته يضيع ده أشد الناس عزاب يبقى ده إجابة سؤال هل ترك الصلاة كافر أيوة كافر كفر أصغر مش كفر أكبر وإيه الدليل على أن ترك الصلاة كاسلا كافر كفر أصغر إلا هو خمس صلوات في اليوم والليلة من فعلهن كان له عهد أن يدخله الله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له إن شاء عذبه وإن شاء غفله كل قولي هذا وأستغفر لي ولكم